في عجالة موضوع إسلام is the fastest growing religion مش بس in the west ولا in the east بس worldwide هل الكلام ده حقيقة أم خيال أنا دائما وكما عاهدتمونا نحب أن نوثق and document كل كلامنا بالمستندات فيما تعلق بالمقولة السابقة أن أسرع الأديان انتشارا هو الإسلام هذا موجدت سريعا من الرفرنس by all the reliable sources Islam is the fastest growing religion in the world it has been verified by many independent sources الكلام ده يا جماعة مش بمجامع إسلامية ولا بالأظهر ولا بالجامعة الإسلامية في ماليزيا ولا في المدينة ولكن independent sources على سبيل المثال للحصر الـ CNN World News نوفمبر 14 1997 أكدت هذا في موضوعك للنقاش الـ World Christian Database 2005 survey about religions and the fastest growing religion أيضا People's Daily Online News November 2 2006 confirmed the same statement Islam is growing by the New York Times February the 25th 2008 and many many more السؤال الآن لماذا؟ لو أن هناك أي منهج أو فكرة أو عقيدة أو دين تعرض لما يتعرض إليه الإسلام بل كل عشر معشار ما يتعرض إليه الإسلام لموحيى من على وجه البسيطة ولكن هذه الهجمات الضارية على الإسلام تزيده صلابة وتزيده انتشارا كنا أخف ما نكون على حياتنا كمسلمين أقلية في أمريكا بعد أحداث سبتمبر 11 ونرى عجبا والله ما زادت هذه الأحداث الإسلام إلا انتشارا وذياعا كل هذه القنوات والهجمات الإعلامية المسخرة ومن ورائها مليارات كونسنت لستيريطايبين أنباشين إسلاما مسلمين في يوم من الأيام أنا كنت أشاهد أعتقد كان على فاكس نيوز جابهم خبير أمني من الـ FBI يوصف حالة الـ Sleepers الـ Sleepers اللي هو يعني يقول مسلم بس متخفي وفي يوم من الأيام هيقوم بعملية عملية انتحارية تفجيرات إلى غير ذلك ما هي مواصفات الـ Sleepers تبعا لهذا الخبير الأمني من الـ FBI على قناة International News أنا لما سمعت هذا الكلام يعني كنت أضحك أضحك من أعماق قلبي وفي نفس الوقت كنت أتحسس الخطورة أنا والله أذكر قوله عز وجل في سورة فصلة وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إذا المسألة يعني Freedom وأنه كل واحد من حقه يتعرف على الدين اللي يحبه وأنه يختار كما في المادة التاسعة من الـ Human Rights Amendment كانت المسألة بسيطة كان زمن دلوقتي الإسلام يعني معدل انتشاره زال بكثير ولكن مع كل هذه الضغوط يقول هذا الرجل يحذر السيتزن من أن من ممكن يكون أسليبر قال هو مواطن صالح أول حاجة this is how he looks like ممكن يكون غالبا يا دكتور يا مهندس أو في جيدة جيدة أولاده يذهب إلى جيدة أولاده يذهب إلى جيدة أولادة إنهم جميعاً تسمعونش بيقول كلام وحش and he is good to his neighbors really normally he invites them over and he might exchange gifts with them ويدعوهم في حفلاته ويزور مرضاهم دمين السليبر السليبر أولاده أعدي كلم عن أولاده ومراته مهذبة أو لبس الحجاب إلى غير ذلك معنى ذلك إنه بيخوف من كل واحد مسلم صالح من دواعي انتشار الإسلام طبعاً أهم سبب من أسباب دخول الناس في دين الله عز وجل هو توفيق الله عز وجل فالله عز وجل يقول في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه simply يشرح صدره للإسلام هناك أناس كثيرون دخلوا الإسلام من حيث ظنوا أنهم يحاربونه وأناس دخلوا الإسلام حيث خوفوا من الإسلام وأناس دخلوا الإسلام من حيث لا يحتسبون ولا يعرفون مش عارفين سبب ولكن ربنا كده يعني كاست الهداية في قلوبهم دي اللي اسمها هداية الإيه هداية التوفيق فأعظم سبب هو التوفيق هذا الرجل الفاضل الذي يجلس بين أيدينا الآن وأمامكم ولكن حيث ظن هو وأبوه وأمه ومعه بعض القساويس أنهم باستطاعتهم أن يحاولوا شخص مصر عادي جداً معلوماته عن الإسلام سطحية جداً كل اللي يعرفوا أنه بيصلي ظنوا أنهم ممكن يحاولونه إلى دينهم انتهى بهم المآل في أقال من أسبوعين أن الأسرة بالكامل أسلمت يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سيدنا النبى عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عن ثوبان والحديث في مسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها هذه بشارة بالنسبة للمسلمين أكيدة هي وحي من عند الله عز وجل لذلك فنحن ينبغي علينا أن نعلم أن انتشار قوة سر قوة انتشار الإسلام في الإسلام نفسه فالإسلام ينتشر بقوته الذاتية لأن الله عز وجل ارتضى هذا الدين لعباده وقال إن الدين عند الله الإسلام وقدر حفظ كتابه قال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون مقررا بذلك صلاحية الدين والشريعة والقرآن لكل زمان ومكان هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام عرضا يدخلون لأنهم وجدوا فيه ضالتهم المنشودة لم يجدوا سعادة في دنيا ولا في مال ولا في شهرة أنا كنت أجلس في محاضرة في تاكساس مع كات ستيفن the former pop star اللي هو حاليا يوسف إسلام البريطاني المشهور فقال له واحد أنا كنت في لندن لما كنت تغني أغنيتك المشهورة كذا كذا قال لك أرجوك يا أخي لا أريد أن أتذكر تلك المنشودة ثم استدرك قائلا وقال لما سئل إزاي استطعت تتغلب على رغبتك في الميزك وإن أنت تتغلب ميزك إزاي أنت أدرت تتغلب على الكلام ده كله فقال وسمعت ذلك وأنا أجلس إلى جواره بأذني قال إن أعذب موسيقى سمعتها أذناي هي القرآن خاصة إذا كان يطلى بصوت شيخ مصري فحقيقة سر انتشار الإسلام تكمن في الإسلام نفسه لأنه دين الله عز جل الذي ارتضاه لعباده مع كل هذه الحملات المصعورة نجد إقبالا منذ أسابيع جاءني واحد يشارك معي في البرنامج سنه 16 سنة يا دكتور وكان يقرأ القرآن البرنامج فأعجبتني قراءته فقلت له بقالك كم سنة أسلمت ثلاثة أو أربع سنوات أمريكي تقول له لا لازم أعرف أنت إزاي أنا في ثلاثة أو أربع سنين دولت بتقرأ بالتجويد والأحكام بهذا الشكل قال لي أنا أعيش مع أمي فقط ولما كان سني 11 أو 12 سنة حسدت أحداث بعد 11 سبتمبر ومع الحملات والضغوط فوجئنا بأمي بتقول إحنا لازم نعرف الناس دولت بيعملوا كده لي فانزلنا جبنا شوية كتب عن الإسلام وقعدت تقرأ لي انتهى بينا المقال إن إحنا بحثنا عن مركز إسلامي ودخلنا قلنا لهم إحنا عايزين نسلم حد من المسلمين كلمهم حد رح لهم دعا لهم كل هذه أسرار The first goal for اللي فضلت الشيخ كان بيكلم عنها 20 ألف جند أمريكي أسلمهم جاءوا ليغزوا ديارة المسلمين الشيخ في بعض محاضرات له والله مئات أقسم بالله وأنا صحبته في بعض المحاضرات ما هي إلا محاضرة من هذه الأسرار حتى يعني لا أطيل إن الإسلام يجيب على الأسئلة التي لا يوجد إجابة عليها في أي دين آخر الإسلام أدرسي the human's intellect and intellectuals مش مقرد إن انت تيكت as is لا فلذلك كلما ازداد الإنسان ثقافة وفهما كلما ازداد قربا من دين الله عز جل